يا سادة، هنتكلمنا النهاردة عن حاجة في غاية الأهمية في الحياة الزوجية إزاي نعيد الحياة الزوجية عندما يصاب البيت ببرد ويصاب البيت بشقاق إزاي نرجع البيت مرة تانية إلى هذا الاندماج وإلى هذه الحرارة اللي بتعبر عن نبض وإحساس كل واحد من شركي الحياة بالآخر إحنا محتاجين ببساطة إن احنا نعمل شوية إجراءات ما نخليش نفسنا الأمار بالسوق ولا الشيطان يمنعنا إن احنا نبادر بدروا، اتكلموا مع بعض كمان ما فيش مانع بشكل واضح إن انتوا تخلوا الكلام الحلو باب من أبواب التقارب بس أهم حاجة كمان ابتدوا اعملوا ذكريات جميلة وارجعوا مرة تانية اخرجوا مع بعض وارجعوا مرة تانية قربوا من بعض وكل ما تتكلموا مع بعض وتقربوا من بعض اتدفق مرة تانية عيرجع للبيت بس كل ده لازم أنتم مسكين في حبل الله المتين اللي هو سبحانه وتعالى هو اللي أكرمكم بهذا الزواج وجعل الزوج نعمة وجعل الزوج نعمة وجعل بينهم نور وبركة بنور نظروا إلى هذه البيوت ومددوا تمسكوا بمدد الله ما تخفوش لا برودة تمنعكم أن انتم تعيشوا في سعادة ولا كمان شقاق لأن ربنا سبحانه وتعالى يقرب القلوب ويؤلف القلوب فتوكلوا على الله وتمسكوا بنعمة المحبوب سبحانه وتعالى وتوكلوا على الله تذهب كل برودة وتبقى النعمة نعمة مدد ربنا لبيوتنا يا رب أكرمنا وجعلنا دايما نعيش في نعمتك ونعيش في بركتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين